بين أزمات اقتصادية وخدمية ومجتمعية وامنية تتجدد معاناة العراقيين المستمرة منذ 15 عاما وفي الوقت الذي يزداد الصخط الشعبية على الطبقة السياسية الحاكمة تستمر الأحزاب والكتل السياسية في صراعها للاستحواذ على المؤسسات والدوائر الخدمية للسيطرة على تخصيصاتها المالية هناك أهمال حقيقة لأغلب مناطق بغداد في جانب الخدمات كل أطراف بغداد اليوم الحسينية والنهروان وبغريب والمحمودية والتاجي لا يوجد فيها بنا تحتية ناهيك عن المركز بغداد أيضا يعاني من سوء الخدمات بكل جوانبها حقيقة في قطاع النظافة والمجاري والأكساء الطرق الحكومات المتعاقبة أهملت ملف الخدمات الأمر الذي أدى إلى تدهور الواقع الخدمي في كافة محافظات البلاد وفاقم معاناة المواطنين الذين يخرجون بين الحين والآخر في تظاهرات للتعبير عن غضبهم من الإهمال الحكومية لكن دون جدوى الكل شريك سواء كان أحزاب وكذلك سواء كان مؤسسات وكذلك سواء كان مجلس محافظة أو كذلك محافظ بنفس الوقت يجب أن لا ننسى أن ما تم تخصيصه هناك تخصيصة مبالغة كبيرة لكن بنفس الوقت لم يكن هناك انصح التعبير هذه الأموال لم تذهب إلى المكان المناسب لذلك تجد هناك سوق بالخدمات كبير في داخل العاصمة ومنذ عام 2003 والحكومات المتوالية عجزت عن توفير الخدمات للمواطنين بسبب الفساد الكبير الذي تعاني منه جميع مفاصل المؤسسات الحكومية والمليارات التي صرفت واختفت والمشاريع التي نفذت مع شركات تدور حولها شبهات فساد وسط تساؤلات عن دور البرلمان الرقابي ترد الخدمات وانعدامها وسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وصلت في البلاد إلى أعلى مراتبها رغم تصنيف العراق ضمن البلدان الغنية في العالم في رأس الدوليم قناة الفلوجة بغداد